نبدأ بالاتحاد طبعا الاتحاد الموسم الماضي كان غريب شويتين تشكيلة مميزة من اللعبين فيه لعيبة كتير مميزة في الاتحاد وكان فيه غيابات كثيرة يعني الإصابات وخلافه بس الاتحاد كان عنده نتائج متراجعة بعض الشيء مع نهاية الموسم عكس بداية الموسم إيه اللي حصل الاتحاد الموسم اللي فات الله يوى السنة اللي أبداها مع كتن حسام احنا فنشنا كويس فنشنا تقريبا كان خامس الدورة أو سادس الدورة بفرق بونت تقريبا صح السنة اللي بعدها بدأنا برضو كويس مع كابتن حسام زي ما أنت حددك قلت حصل دروب كده كابتن حسام مشي جاء طبعا كابتن عمدين حاس مسيك بعده الفرعة بتاخد وقت عم تز أقلم على مدرد تاني وطريت العبية اه فداخد برضو من اللعب وقت شوية يعني فيه لعبة بتصعب بسرعة فيه لعبة منكم ماستعبش بسرعة داخد وقت شوية رجى بعد كده طبعا كابتن محمد وعمر مسيكنا برضو في الآخر خمس ماتشاط طبعا بنشكره عليهم أنقذ الموقف اه أنقذ مكتير اه طبعا طبعا كنت رجالة يعني اه فتح الأخيرة مع الاتحاد كله كان رجالة جاء ساعد اللعيبة جاء رفع الضغط يعني بعيدها للعيبة ساعد اللعيبة طبعا كابتن محمد وعمر يعني قمة كبيرة في نادي الاتحاد طبعا وفي مصر كلها يعني صح طيب الزكري دائما طبعا يعني ما ينفعش حد الكلمة عن كابتن محمد وعمر إلا بالخير دائما يعني رجل محلل جيد مدرب جيد لعب كبير وعظيم ودفع كان عبكري كل حاجة عن كابتن محمد وعمر والسيرة الطيبة دائما هي اللي حضرة معك أكيد وفي سكندريا بالذات يعني ناس جمهور بيبوت في حاجة سمع كابتن محمد وعمر يعني صح يحبوه جدا يعني صح فهو جي لم الفرقة بسرعة لم الفرقة بسرعة عمل إيه بقى كابتن محمد وعمر هو الشغل بص كابتن محمد وعمر يعني الشغل فنيا أولير عشان الوقت ما كانش وقت احنا لعبنا خمس موطشات ما كامناش عشان يوم صح بس الشغل حتة نفسية مع اللعبة اللعبة كان أما جاكت لعبة محبطة جامد كان الدنيا صعبة يعني يتكلم مع اللعبة في حتة نفسية شوية لم الجمهور برضي خلق جمهور يدعم اللعبة ده اللي فرق كتير أو مع الفرقة الفترة اللي هو مسك فيها أهم حاجة لحتة نفسية مع اللعب صح فده اللي ساعد أكتر في الفترة اللي احنا لقى الخمس موشات لعبنا محمد وعمر عمل أداء مختارة والنتائج كانت عظيمة طيب